السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ان الافضل الدراسة الحرة ان الواحد دي يقرأ كده كرام متنوعة ولا الكورس. تمام? طيب خلينا نقول ان كل الحاجة اللي هي مزاوعة. يعني ناخد الاتنين. يعني دراسة حرة محتاجة لزام. محتاجة ان انا بحب الحاجة دي فبلزم نفسي بها. تمام? او عارف ان الحاجة دي مهمة بالنسبة لي فبلزم نفسي بها. يعني مثلا انا انا واحد مهتم بالاستدامة فعلى طول بعض اقرأ فيها. تمام? فبكون خلفها كويسة. او مهتم بدارة الاعمال. فبكون خلفها كويسة. كل ما لقي فيديو وقعد اسمعه وهو الحاجة دي كلها. لو لما عندش الشغف دوت. خلاص ممكن مثلا في مصد شكورة وقعد افرق عليه. في فيلم وقعد افرق عليه. ما فيش اللزام. انا ممكن واحد اسمع النهار ده وممكن ما اسمعش. لو ما اسمعتش ما حدش هيقولي لأ. ما فيش معاد هيفوتني. تمام? اا اا او انا انا عارف من الحاجة دي المهمة مثلا زي الانجليزي. ممكن كونش بيعبه بس مهتم بيه. فهقعد اا 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 اشوف كورس وتابع الكورسات. اا كورس وبذلك لما كنت دفع فلوس فكورس فلوس توجعك فاتطر ان انت ايه? كل يوم بتوفر نفسك وقت معين عشان تروح تسمع الكورس وخلاص اقدرت وتعبت فاتطر ايه? اول ما تيجي تعد تذاكر وتعمل بالفلوس ان انت دفعها تعمل. فبيبقى فيه الزام زايد ان فيه ميزة كوية جدا ان انت بتحتكب الناس فده بيخلي المعلومات تستقر اكتر. لو حاجة ما في امتهاش بتسأله بدل ما تتدور عليها هو هيسهل لك الطريق. الحاجة اللي ممكن تدخل منك خمسة ساعات عملت قراءة من هنا وهنا. لا انت الراجل بيلاخص لك الموضوع كله في كلمات صغيرة ولو حاجة مش باهمها وبتسأله فهو مفروض انه هو خبرة في المجال وعارف الاسئلة اللي باجعته قبل كده فيوفر عليك كوية كتر ايه جدا تمام? وكان زيبان يقول لك يعني من لايس له شايخ او استاذ او شايخه الكتاب فخطوه هيبقى كتير جدا لانه ممكن الكلمة ما يقدرش يفهمها ممكن يفهمها بتراية غلط ممكن المعلومة ما اصلتش تمام? لانه مش قادر يتواصل مع الكتب الكتاب. فمبع كورسات بيبقى كويسة جدا انت بتحتك بالخبارات بتتعرف على الناس بيتوفر لك وقت. في حاجة تالتة اللي هي الموك تمام? اللي هي حاجة زي اديكس حاجة زي كورسيرا حاجة زي رواق. الحاجات دي كلها بتبقى كورسات ناس متميزة جدا حطوها دكاتر الجامعة وبيبقى الحاجة منظمة وتقدر في اي وقت تخش تسمحها وانت لك فترة معينة مسلا اشتركت في كورس في شهر فلازم تخلص على شهر ابريل عشان ده اخدش هادة. بس ما كنت تسمعه الصبح ما كنت تسمعه بالليل ما كنت من على المبايل فاي وقت تدر تسمعه تمام? فدي من ده من الحاجات اللي هي ممتازة جدا. فانا نصيحة لو انت عايز تنجز وتوفر وقت خد كورس تمام? لو كورس غالي. انا مسلا كان في بعض الكورسات غالية جدا ممكنش عندي امكانية ان انا اشتريها. كنت بدخل بشوف عناصر الكورس وببدأ امس كل عناصر من دول واعد ادور عليه لحد ما افهمه. فبدأ يعني باخد العناصر المهمة في الكورس. ممكن لها كورس مثلا بنصف مليون جنيه. تمام? فعلا في كورسات كده فكنت بخش طب ببعتولي العناصر باخد العناصر بتاعت الكورس. وكل نقطة فيهم اعد ادور عليها واعد اقرأ فيها مثلا خمساشر يوم مثلا تمام? كل نقطة. يعني ممكن مسلا كل نقطة فيهم اقعد اقرأ فيها واذاكر فيها واشوف فيديوهات واوال حاجات دي كلها. فبابز الجهد اكبر بكتير من لحضارة كورس. بس انا عندي مشكلة في موضوع الماديات شوي. في المبلغ الضخمة لزاي دي. حمده الله. تمام? فنصحت لك لو في فوق كورس سعره كويس. ما ترديتش بخده. وطول الوقت برضو حاول تقرق قراءة حرة. حاول طول وقت تستفد من وقتك اللي انت تتعلم من الموقع زي كورسيرا زي ارواق زي ايدكس. الحاجات دي بتفتك جدا وكويس لو كتبتها في السي في. وكويس جدا كخبرة عملية وكخبرة ان انت استفدت معلومات ويعني بدل ما بداها وقتك في مسلسل مثلا تفرج على مسلسل من اول الاخره مسلسل تركي ولا سوري ولا كده ولا. لا حاول تتشرك في كورسيرا واي اي اي موقع من موقع الموك هستفد كتير جدا جدا جدا. وربنا يكتب لك خير وربنا يصير خير وحاول تخصص يعني وقت القراءة الحرة او القراءة المفيدة في مجالك او مرتبطة في مجالك.